اشتركوا في القناة وقد اعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لمعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وعضاء المجلسين على جهودهم الوطنية المخلصة في خدمة المملكة وشعبها الكريم واسهاماتهم القيمة في تعزيز مسارات التنمية وترسيخ دعام العمل الوطني وبمساعيهما في اظهار صورة البحرين المشرقة ومنجزاتها الحضارية مشيدا جلالته بما تحقق من انجازات مهمة من خلال دور الانعقاد الأول وبالجهود المثمرة التي توالى بذلها السلطة التشريعية بالاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن وتحقق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم واعرب جلالته خلال اللقاء عن تقديره للتنسيق القائم والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورحب بالتوافقات الأخيرة التي تمت بين السلطتين بشأن مشروع الميزانية العامة والتي سعت لتحقيق كل ما فيه الخير والرخاء للوطن وأبنائه الكرام وأكد رعاه الله أن تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم هما الهدف الأسمى وأن المواطن البحريني سيظل على الدوام الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء ولكافة برامج عملي الحكومة ومشاريعها ونوها جلالته بدور السلطتين وجهودهما في تحسين معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي تمت مراعاتها في هذا التوافق مؤكدا أهمية استمرار تحقيق أهداف الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي هذا وأكد معالي سيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن النعضة التشريعية والديمقراطية التي تتعمق منجزاتها ونجاحاتها على مختلف المستويات ترتكز على الرؤى الشاملة والتطلعات الوطنية والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وما يليه جلالته من دعم غير محدود ومساندة متواصلة لتعزيز المكتسبات الوطنية وتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكة البحرين هذا وأعرب رئيس المجلسين عن الفخر والاعتزاز بالتوجيهات السامية من جلالة الملك المعظم يده الله ورعاه لتعضيد الجهود والمساعي من أجل البناء على ما تحقق من إنجازات حضارية رفيعة في ظل المشروع الاصلاحي والعهد الزاهر لجلالة الملك المعظم رعاه الله مقدرين معاليهما الثناء والإشادة التي تحظى بها السلطة التشريعية من جلالته وتشكل الحافز والدافع نحو ترسيخ العطاءات الوطنية واستثمار الجهود من أجل استدامة المسيرة التنموية لمملكة البحرين وبمناسبة التشرف بلقاء جلالة الملك المعظم أيده الله أكد رئيس مجلسي الشورى والنواب أن أسس التعاون الثابت والتنسيق المثمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل انعكاسا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مشيدين معاليهما بالجهود البناء والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشار معاليهما إلى أن اهتمام وحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعميق آليات التعاون والتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسهم في تبادل وجهات النظر وفتح آفاق أوسع من الحوارات الثرية والقيمة ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تؤدي إلى مواصلة تحقيق التنمية المستدامة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين الوطنية لتتواءم مع التقدم والنماء المستمرين في مملكة البحرين وأضاف معاليهما أن مجلسي الشورى والنواب سيواصلان تسخير الخبرات التشريعية والكفاءات المتعددة من أجل تحقيق المزيد من المنجزات التشريعية مؤكدين المضية في إبراز المكانة المرموقة والمستويات الرفيعة التي وصلت إليها مملكة البحرين في المجالات كافة والعمل على استثمار الدبلوماسية البرلمانية لبناء شراكات استراتيجية وبرلمانية مع برلمانات دول العالم بما ينهض بالمصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة